معنا الأستاذ طاري تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ طاري أهلا بحضرتك يا دكتور عاملية تضيقك الحمد لله فضل ونعم ربنا يا كرم أولا أشكرك على أسلوبك الجميل وعلى حلقتك الجميلة والحاجات الجميلة يعني كفاية الرد الجميل بتاع الراجل من شوية ده بإجابة جميلة يعني ما شاء الله عليك الله يرضي عملك أستاذ شكرا قل لي يا سيدي قل لي يا سيدي ربنا أحفظك أستاذ أطول عليك بص حضرتك في أمرين يعني حاجتين مأزمزم لمشور يباله صحيح فيه ناس بتقول إيه بتقول مأزمزم لمشور يباله للبكان نفسه اللي هو موجود فيه أنا بقول لهم لأ طبعا كان الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الحديث مأزمزم لمشور يباله في مكانه صح فدي نقطة ففيه في جدل كبير قوي بيحصل دايما لما بيجي في الوقت بتاع الحج ده في كلمة مأزمزم لمشور يباله أجاوب الله حضرتك على ده أنا صح في الرؤد بتاعه ده ولا لا حاجة تانية حاجة تانية عايزة أقول لحضرتك حاجة سمعت دايما بسمحها يقول لك أول ما تشوف الكعبة كده بيبقى لك دعوة مستجابة مستجابة حلو خالص ففيه حاجة الكلام ده لو اعتبر أن ما فيش ايه تواصلات يعني أنت ما شاء الله قناة القرآن المجد للقرآن دي الله أكبر عليها 24 ساعة جايبها لك قدام عينك ما كانش زماني الكلام ده أنك تشوفها إلا لما تيجي تسافر وتشوفها بعنيك طيب طب ما أنت بس مباشرة بتشوفها طيب هل ده يسقط ديك أنك أنت أول مرة شفتها في التلفزيون كل يوم بتشوفها في التلفزيون يسقط عنك لما تيجي تروح إنك تشوفها أجاوبك على السؤالين وشكرا على السؤالين لأن السؤالين دولا بيعملوا حاجة جدا 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 حاجة اسمها الاتزان في التعامل مع الرحمن في حاجة اسمها الاتزان كده الاتزان بيقول إيه بيقول يا سيد طارق أنا بشكر حضرتك لما ربنا يوسع ما تديقش لكن ربنا لما يأمرك بالعبادة ما تتوهمش يعني الجزء دولا بيقول إيه أول حاجة ماء زمزم لما شرب لها ده ماء الحكم تعلق بالمياه الحكم تعلق بالإيه بالمياه تتشرب بقى ماء زمزم في في الحجاز تتشرب ماء زمزم في أي حت أي حتة ماء زمزم لما شرب لها لأن ده متعلق ببركة الماء فماء زمزم لما شرب لها يتشرب في أي حتة وبعدين ربنا وسع انتوا ليه بتتعاملوا مع ليه ناس كتير بتتعامل مع ربنا على انهم بتتعاملوا مع بخيل ربنا كريم ربنا وسع علينا ربنا وسع علينا من وسع انما الامر التاني بقى الكلام على مسألة ان الانسان له دعوه مستجابة اذا رأى اول ما يرى الكعبة هذه الاحاديث رؤيت في اطار الحج والعمر طيب والرؤية هنا الاساس انها بتحمل على الرؤية مش اللي انت شفته دي صورة الكعبة مش عين الكعبة يعني اللي انت شايفه في التلفزيون دي صورة الكعبة مش عين الكعبة وإلا كان التلفزيون المفروض يبقى ضخ فهو الحديث كان يتكلم عن رؤية الكعبة التي هي الرؤية البصرية الرؤية الايه؟ البصرية لعين الكعبة وليس لماذا؟ وليس لصورة الكعبة فالصواب ان هناك دعوة مستجابة لمن رأى عين الكعبة لمن رأى ماذا؟ عين الكعبة وليس لمن رأى صورة الكعبة لان اللي في التلفزيون ده نقل نقل لهذه الصورة يبقى هو شوف الاتزانه ربنا موسع عينة بس في نفس الوقت فيه ضوابط لفهم النصوص الشرعية عشان نقدر نفهمها كما كان هناك اطلاق فهناك حقيقة للرؤية الرؤية هي الرؤية لعين الشيء ولم يكن الرؤية لصورتها اللي بتعيرت في التلفزيون ده دي صورة الكعبة وليس عين الكعبة إذن هيبقى لك دعا ومستجابة طب واحد يا سيدي قال يا مولانا من توسعت هنا من توسع في الناحية التانية والله الله يعطيه بحسن ظنه يعني إيه إيه اللي حاصل يعني إنه أول مساح الصبح فتح التلفزيون لقال الكعبة قال والله يا ربنا مأمل إننا يبقى لي دعا ومستجابة يعطيه ربنا سبحانه وتعالى واسع بس أنت لو ما تسألني في تفسير هذا النص لا الرؤية هنا هي الرؤية الحقيقية لعين الكعبة وهذا هو المراد